السلام عليكم وانتفتكر ان على ايام بابا الفاتيكان اللي قبل فرانسيس ما كانش فيه عمل في الاطفال اسمع التقرير ده من بي بي سي نيوز اكبر جريدة عربية ناطقة بالعربي في العالم من بريطانيا اسمع بتقول ايه قداسا كبيرا شهدته كاتدرائية ويست مينستر بوسط العاصمة البريطانية لندن القداس الذي رئيسه البابا بنيديكتوس السادس عشر تحول الى مناسبة اعرب فيها الحبر الاعظم عن اعتداره عن فضائح الاعتداءات الجنسية على اطفال في بعض الكنائس في اوروبا والولايات المتحدة يعني انجلترا اغتصب اطفال اوروبا اغتصب اطفال الولايات المتحدة اغتصب اطفال وامتى من قبل فرانسيس من جديد افكر بالألم الشديد الذي سببته الاعتداءات على الاطفال خصوصا داخل الكنيسة ارتكبها بعض المسؤولين فيها توجه البابا في قداسه الى ضحايا الاقتصاب والتحرشات الجنسية مؤكدا ان ما من شيء يمكن له التعويد عن الضرر الذي لحق بهم وعن كرامتهم المنتهكة أعرب عن خالص مواساتي للأبرياء من ضحايا هذه الجرائم المشينة وآمل ان يجدوا الصبر والسلوان في حب المسيح وتضحيته أعترف حب المسيح مين يا بنيديكتوس ما هو باسم المسيح زكريا بؤلس وآباءه وزميلك فعلوا في الاطفال فأيضا بالخزي والعار الترامته من منتحكة أعرب عن خالص مواساتي للأبرياء من ضحايا هذه الجرائم المشينة وآمل ان يجدوا الصبر والسلوان في حب المسيح وتضحيته أعترف أيضا بالخزي والعار الذي لحق بالكنيسة بسبب هذه الخطايا منذ اليوم الأول لزيارته إلى بريطانيا أقر البابا بأن الكنيسة لم تمتم سريعة وحازمة بما يكفي لمواجهة فضيحة الاعتداءات الجنسية داعيا رجال الدين الذين ثابت تورطهم في هذه الفضيحة إلى تحمل مسؤولياتهم والتوبة هزت الفضيحة عددا من الكنائس في الولايات المتحدة وأوروبا في أرلندا على سبيل المثال يواجه نحو 46 قصيسا وكاهنا اتهامات بالتحرش الجنسي بمئات الأطفال طيلة العقود الثلاثة الماضية وفي ألمانيا كشفت تقارير صحفي عن تورط كهنة وقساوسة في 24 أبرشية حول البلاد في هذه الفضيحة عندك أربع دول كمية تقط على اليوم ما قبل الأخير لزيارة البابا إلى بريطانيا صلوات وتجمعات لتحيته في لندن ولكن خيمت على الزيارة بنمتها منذ يومها الأول تظاهرات لخليط متنوع من المحتجين مجموعة تندد بما وصفته باتيكان رجعي وأخرى تحتج على تكاليف الزيارة وثالثة تندد بفضائح الاعتداءة الجنسية على أطفال في كناف الكنيسة أحمد ماهر بي بي سي بي بي سي سمعت الخبر سمعت الخبر كامل نسمع مع بعض التعليق أنا وعد تفتكر هنا جبت لك الخبر وخلاص لا إحنا معنا النهاردة كمان مع الخبر معنا خمس جرائد خمس أخبار في أربع جرائد عالمية كبرى 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 بنفس الخبر الخبر من إمتى الخبر لسه ألفين وعشرين دي النقطة رقم واحدة نقطة اتنين بعض الناس بيفتكر بقول لك لا ده من مشاكل دي شكلها أيام فرنسيس الموجود بس ما فيش فضايح من زمان ولا اغتصاب للأطفال من زمان لا ملاقلك الكلام ده ده الكلام شغل من زمن الزمن ومن الآباء الكبرى لزكريا بطرس وكله بيداري على كله قبل ما نسمع الفيديو ده ونعلق عليه ستيب باي ستيب باي عايز أقول ثلاث نقط أول شيء اللي عايز يوصله كل جديد من الفيديوهات والفيديوهات على الفيسبوك واليوتيوب والبث المباشر اشترك في القناة وفعل الجرس واشترك في صفحة وفعل الجرس واعمل إشاراتها شاهد أولا النقطة التانية ياريت لإخوة تعمل لايك وتعمل مشاركة للفيديو في المجموعات النقطة التالتة اللي عايزت عنا على البيبل أو الباتريون الرابط في وصف الفيديو تعالي نعلق بقى على الفيديو ده ستيب باي ستيب وبعده نخش على الجرائد العالمية الكبرى بيقول فرانس بي بي سي نيوز ودي أكبر جريدة بريطانية إنجليزية مسيحية في العالم قل لي مسيحية ليه؟ أقول لك حاضر من أني نسمع كده هيقول ليه؟ قداسا كبيرا شهدته كاتدرائية ويست مينستر بوسط العاصمة البريطانية لندن بوسط العاصمة البريطانية لندن هنعمل الأول نفتح كده على جوجل هتكتب لي علم بريطانيا إيه علم بريطانيا؟ هنفتح أول صورة للعلم أدي صورة العلم هنفتح صورة العلم إيه ده؟ ما هذا العلم؟ إيه اللي في نص العلم؟ عارف ده إيه؟ صليب يا فن ودي بالمناسبة كلمة أنا عايز أقولها لبعض المسلمين الجاهلة اللي ما يعرفوش الموضوع ده وبيلبسوا ملابس وتشيرتات ومصان عليها علم انجلترا أنت تحمل الصليب الآن على ملابسك دون أن تدري يا فندم النص ده صليب باعترافهم هم أن على علمهم الصليب وانت رايح كمسلم تلبس لصليب دي النقطة الأولى النقطة التانية يبقى في قلب انجلترا بيصلي في كنيسة في قلب انجلترا ونقل الخبر جريدة من انجلترا يبقى الجريدة إيه؟ جريدة مسيحية والصلاة في بلد مسيحية القداس الذي رئيسه البابا بنيديكتوس السادس عشر تحول إلى مناسبة أعرب فيها الحبر الأعظم عن اعتذاره عن فضائح الاعتداءات الجنسية على أطفال في بعض الكنائس في أوروبا والولايات المتحدة أعرب عن اعتذاره لبعض كنيس أوروبا والولايات المتحدة الناس المتابعين انت نلاحظين حاجة البابا بتاع الفاتيكان رح أيرلندا أقدم اعتذاري ونقدم الأسى ونرجو الصفحة والمغفرة رح فرنسا أقدم الصفحة والمغفرة وأرجو الاعتذار رح ألمانيا للأطفال اللي اغتصبوا أقدم الاعتذار رح كندا أقدم الاعتذار رح تشيلي أقدم الاعتذار في لبنان أقدم الاعتذار أتاني أقدم الاعتذار دي مش جايبها جديدة بابا دلوقتي لا أما لو أقدم الاعتذار دي من إمتى دي من البابا اللي قابله كان برضه بيقدم الاعتذار حلوة الشغلانة دي على فكرة يفعلوا في الأطفال ويقدموا الاعتذار فين العقوبة خلي بالاك ما فيش عقوبة كمسيحية ما فيش عقوبة ما فيش عقوبة على القص ده لاغتص Yoon diary مفيش في الكتاب المقدس نص يمنع يعني نص يحاكم والدليل على كده المرأة التي زنت يسوعا لها ايه اذهبي ولا تخطئي طب فين الحكم عليها فين الرجم فين رجمها كزانية مفيش عقوبة مفيش عقوبة رئيسه البابا بنيديكتوس السادس عشر تحول الى مناسبة اعرب فيها الحبر الاعظم عن اعتداره عن فضائح الاعتداءات الجنسية على اطفال في بعض الكنائس في اوروبا والولايات المتحدة كمان يبقى انجلترا واوروبا والولايات المتحدة ولسه لسه هاي فكرتان من جديد افكر بالألم الشديد الذي سببته الانتداءات على الاطفال خصوصا داخل الكنيسة داخل الكنيسة اباء زكريا بطرس داخل الكنيسة توجه البابا في قداسه الى بحايا الاقتصاب والتحرشات الجنسية مؤكدا ان ما من شيء يمكن له التعويد عن الضرر الذي لحق بهم وعن كرامتهم من منتها كانت طيب وايه العقوبة ما فيش عقوبة ما فيش عقوبة بقولك دي لو عملها شيخ مسلم كانوا كصفوه كانوا كصفوه حبسوا حبس اشغال شقة مؤبدهما الى ذلك وحق لهم ان يفعلوا لا ده انا هزيدك من الشعر بيت لو لو اكابر مشايخ المسلمين ثبت عنهم اغتصاب طفلة او طفلة فلتعدموه وعندي دليل من القرآن انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا يبقى في ايه في عقوبة اهيه قتل على قتل ايه قتل المغتصب حتى وان كان شيخ مشاخ المسلمين خلي بالك على فكرة ممكن يطلع برضو واحد يقول لك طب ما انتو عندكو شيخ بتعمل احنا قلنا الخمسين الف مرة يا عمي اسمعوا الفيديو ده انا عمله لكم مخصوص العالي العلمانية والعالي العالي النصارى وعالي زكريا وقلز يقول لي طب ما فيه مشايخ بتعمل شايفين الفيديو ده ده على اليوتيوب كده اكتب لي اقوى رد في التاريخ اذا اخطأ قسيس قالوا طب ما المسلمين بتغلط محمد نصيف وخش شوف الفيديو بنفسك في اكتر من اتناشر دليل ان ما ينفعش انت كمسيحي او ابن زكريا بطرس او زكريا بطرس ما ينفعش يستدل باستدلال ده علينا ليه احنا عندنا في الاسلام في عقوبة واحد اتنين احنا ما عندناش في الاسلام حد باكل لرب واشرب دمه عشان الرب يعصمه بينما انتم تأكلونا الرب وتشربونا دمه فالقياس فاسد احنا ما عندناش ان الرب بيحل فينا فقياسكم فاسد احنا ما عندناش ان احنا هيكل الله فقياسكم فاسد احنا ما عندناش ان احنا حد فينا ياكل للرب واشرب في دمه عشان الرب يعصمه من الخطأ فقياسكم فاسد احنا ما عندناش ان الرجم يعصمنا من الخطأ فقياسكم فاسد احنا ما عندناش ان نفعل كل خطية وبالية وعصية وفجر وكفران بالرحمن ثم حزل امة مكانك واحد بريئمة مكانك فيغفر لك ذنوبك ما عندناش الكلام ده احنا فقياسكم فاسد اللي بيعودوا على اللي أقولي كل فيديو أنزلوا على طمانتوا عندكم لو ما تفرقتش على الفيديو ده أنا بحذر مباشرة فهمني فهمني نكمل الفيديو أعرب عن خالص مواساتي للأبرياء من ضحايا هذه الجرائم المشينة وآملوا أن يجدوا الصبر والسلوان في حب المسيح وتضحياته في حب المسيح وتضحياته إيه يا جماعة تضحياته دي منتقل بساطة كلمة عشان ننجز مات الرب ليغفر لهم خطاياه بس كده فزكرية عبات Scroll rebe manner عشان يغفر له خطاياه فازكرية يفعل كل خطية وكل عصية وكل اغتصاب للأطفال اللي هي اللي راح أو اللي جاية وأيضا بالخزي والعار الذي لحق بالكنيسة بسبب هذه الخطايا حبوا على الكلمة دي خزي وعار لحق لإيه يقدر يقولها الشيخ مسلم يقدر يقولها الشيخ مشايخ المسلمين أو أقل شئ في المسلمين يقول لك خزي وعار راحي كالمسجد ما يقدرش عارفين ليه لأن الكهنة عندهم المفروض أنهم هيكل الكنيسة أو جسد المسيح يعني المفروض أنهم جسد الرب أو أعضاء ما تعلمون أنكم هيكلوا الله وروحوا الله يسكن فيكم فلما يفعلوا الخطيئة يبقى بيسيقوا إيه؟ يبقى بيسيقوا للدين ككل إحنا بقى ما عندناش كده فالقياس فاسد اسمع أكبر راس في الكنيسة بيقول أن الكنيسة ملها أصابها العار فلتحمدوا ربكم على نعمة الإسلام وآملوا أن يجدوا الصبر والسلوان في حب المسيح وتضحيته اسمع أعترف أيضا بالخزي والعار الذي لحق بالكنيسة بسبب هذه الخطايا ده كده يبقى لحق بالعقيدة يبقى من ثمارهم تعرفونهم إحنا كما مسلمين ما عندناش من ثمارهم تعرفونهم فإذا أخطأ كل المسلمين ليس عندنا من ثمارنا تعرفوننا شفت الفرق بيننا وبينهم ما ينفعش تعترض عليها وتقول لي طب ما المسلمين بتفيد منذ اليوم الأول لزيارته إلى بريطانيا من أول يوم تعترض بأن الكنيسة لم تمتم سريعة وحازمة بما يكفي لمواجهة فضيحة الاعتداءات الجنسية داعيا رجال الدين الذين ثابت تورطهم في هذه الفضيحة إلى تحمل مسئولياتهم والتوبة يبقى رجال الدين ثابت عليهم هذه الفضيحة دي نقطة واحد نقطة اتنين رجال الكهنوت احنا ما عندناش في الإسلام رجال كهنوت على فكرة كمان ما عندناش في الدين ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها رجل دين رجل دين بصفة معينة وهيئة وكهنوت وما إلى ذلك ده ما عندناش في الإسلام ده انت ممكن جارك جارك سباك نجار حمال حطب بتاع جزم بيصلح جزم ممكن يتعلم علم شرعي يصير من كبار علماء المسلمين بلا كهنوت وبلا يتقالوا رجل دين وما رجل دين ما عندناش كهنوت ما عندناش إحنا بل عندنا الولاية شوف الولي الولي دي سيبك من الدجل والدرواشة والله حي والطنطة والكلام الفرغ ده أنا بتكلم بقى الولي اسمع كده في القرآن وراء الذكر إيه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين ذكرهم الله الذين آمنوا وكانوا يتقون اللهم رزقنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين فآمن واتقى صار وليا مش محتاج لكهنوت ولا يطلق على رجل دين ولا كلام ده إحنا عندنا في الإسلام هما مش كده فما ينفعش يتقال إذا أخطأ قسيس طب ما المشايخ بتعمل هزت الفضيحة عددا من الكنائس في بلايات المتحدة وأوروبا هزت الكنيسة خالص في أرلندا على سبيل المثال يواجه نحو 46 قسيسا وكاهنا اتهامات بالتحرش الجنسي بمئات الأطفال لا واستنى المزيع المعلق اللي بقولك بمئات الأطفال غلطة أنا بقولك من منباري هذا بآلاف الأطفال بس انت شكلك كده مكسوف وما خذيك أنا أبسخ وفي ألمانيا كشف التقارير صحفي عن تورط كهنة وقسر في أربعة وعشرين أبرشية حول البلاد في هذه الفضيحة أربعة وعشرين كنيسة كبيرة أربعة كبيرة كبيرة يعني أقول مثلا كل كنيسة محافظة كل محافظة كده عملوهم في تلتمائة ربعمائة خمسمائة ستمائة ألف ومائة عيل مثلا يعني بيدوهم بارك تغط على اليوم ما قبل الأخير لزيارة البابا إلى بريطانيا صلوات وتجمعات لتحيته في لندن ولكن خيمت على الزيارة بنمتها منذ يومها الأول تظاهرات لخليط متنوع من المحتجين يا زيكو يا زيكو يا زيكو يا زيكو يا زيكو يخرب بيتك يا زيكو المسيحية هي الإنحلال المسيحية هي الإنحلال المسيحية هي عبادة بشر يا رب خلص يا رب الحال يا نتعبان خلاص 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 من اللي أنفخنا كنفكا لم تنفخ فيه من قبل خلاص خلاص دي النقطة التالي تخش بقى مباشرة وبسرعة بسرعة على الأخبار العالمية واحد روس اليوم يا جماعة الخير هو خبر هو جريدة وصحيفة وتلفزيون خاضع لسيطارة روسيا وروسيا مسيحية لمسلمين لسلفيين ولا إخوان ولا أزهرة ولا الكلام ده كله أما لإيه عم؟ دول نصارى نصارى أرسو زوكسي كمان مين؟ روسيا اليوم الخاضعة لسيطارة روسيا الخبر من إمتى يا محمد يا نصيف؟ الخبر من اتن عشرين واحد ألفين اتنين وعشرين شوف أخبار لسه طوزة برضو ما بوختش ولا حمضة ما تقلقوش والله الحمد تجريم البابا بانديكتوس السادس عشر عشر بقضية التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال اكتب لي المنشطة ده خش شقرة بنفسك أنا مش ههيألك وسيطر عليك فكرك إنك تفكر إيه؟ خش شقرة المنشطة بنفسك اتنين أيضا في روسيا اليوم البابا السابق بانديكتوس يطلب العفو بعد فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال برضو برضو انتم قضينها عفو انتم قضينها عفو يعني طلب البابا السابق بانديكتوس اليوم الثلاثاء العفو بعد فضيحة الاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل رجال دين في الكنيسة زكريا بطرس كم مرة عملت في الكنيسة في العالية زيكو رايح تشتم الإسلام يا ابن المغتصبين والمغتصبات عشرين يناير الفين اتنين وعشرين التحرش الجنسي ماضي التستر على الاعتداءات الجنسية يطارد البابا المتقاعد بني ديكتوس حتى هو تقاعد وترك الباباوية قالوله تعالى انت ناسي ايام زمان والاقي الخبر فين يا فندم الخبر على بي بي سي نيوز اكبر جريدة من بريطانيا هنتكلم بالعربية في العالم كله فرانس 24 اكبر جريدة فرنسية من فرنسا تتكلم بالعربي للعالم كله فضيحة الاعتداءات الجنسية على الاطفال تطال البابا بني ديكتوس اكتب المنشط خش اقرأ انت اورو نيوز اكبر جريدة اوروبية تتكلم بالعربية للعالم كله البابا المستقيل بني ديكتوس 16 يطلب الصفح من ضحايا العنف الجزبوس كله عمل بيطلب الصفح والله المستعان دي لو في الازهر لو الازهر كان عنده كده عشرات الالاف من حالات اغتصاب الاطفال لكنه ضربوه بالنووي ولكن احمد وربكم على نعمة الاسلام من ثمارهم تعرفونهم صفحة وقناة محمد نصيف المحاور للرد على المنصرين المتطاولين على الاسلام مما يعتقدوهم ناس كتير اشتاكت لي من عدم وصول البث المباشر لهم في الفيسبوك واليوتيوب فلذلك تستريقها سهلة جدا اول شيء تشترك في القناة وتفعل الجرس من هنا لازم عشان يصلك كل جديد واضغط على كلمة فيديوهات عشان تشاهد كل الفيديوهات القديمة اللي رفعتها على القناة كذلك الصفحة بتعمل اعجبني ثم بتعمل متابعة ثم تعمل مرة تانية اعدادات المتابعة ثم تيجي على المنشورات تخليها القياسي الفيديو تخليه كل الاشعارات بقى فيديو البث المباشر كل الاشعارات وتيجي هنا تخليها المفضلات كده تسعين في المية من اي فيديو هرفعه انا يوميا الحمد لله بعمل فيديو سواء بث مباشر او فيسبوك تسعين في المية من الفيديوهات اللي هرفعها كده هيوصلك اشعارات لها كذلك شاهد فيديوهات الفيسبوك كله من هنا طبعا في بلغات شديدة على القناة فبطر ادفع للقناة والصفحة فلوس الاخوة انا عايز امبهكم لنقطة كلمة الانتساب ياريت الاخوة متى انتسبش للقناة لان غالبية الدعم اللي بيبقى على الانتساب بيروح لادارة اليوتيوب لكن انت عندك كلمة دعم القناة ودعم الصفحة على البيبال الناس كتير يكلموني لفتح حساب بيبال قادي حساب البيبال بترسل بما استطعت من هنا ويا اخوة يا اكارم لا القناة ولا الصفحة معمولة لربح المال ولا هتعمل لربح المال ولكن عشان بندفع اليوتيوب والفيسبوك ولتجهزات القناة والصفحة وما احتاجنا يعني فمن عنده القدرة لذلك فليفعل ومن لم فجزاه الله خير ويده كلنا كذلك الباتريون من هنا في هذه الايكونة في الفيسبوك عندك ادي الباتريون من هنا وعندك ادي البيبال من هنا والباتريون من هنا وادي ايميل البيبال كذلك الا عنده تويتر متابعة تويتر من هنا والا عنده انستجرام متابعة انستجرام من هنا ولا تنسونا من صالح دعائكم غفر الله لنا ولكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.